السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أبناءنا الطلاب في مادة التربية البدنية والدفاع عن النفس موضوعنا لهذا اليوم شيق وجميل موضوعنا اليوم عن اختلاف الاحتياج الغذائي اليومي بين الجنسين من الذكور والإناث وقبل البداية لا بد أن نؤدي تمرينات التهيئة والإحماء التي تعد ضرورية لرفع كفاءة الجسم ولحمايته من الإصابات لا سمح الله تمرينا الأول تعالوا خلونا نشوف الجري في المكان مع رفع الركبتين بالتبادل استعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان مرة ثانية أبطال واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان مرة ثالثة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان قف مشي بالمكان بإمكاننا استبدال هذا التدريب في حال وجود صعوبة من المشي في المكان مع رفع الركبتين رح نؤدي نفس التمرين مجموعة ثانية بأداء أفضل مستعدين يا أبطال استعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان مجموعة ثانية أبطال استعد واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان مجموعة ثالثة يلا يا أبطال وأخيرة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان قف مشي في المكان ممتازين رح نؤدي نفس التمرين مجموعة ثالثة وأخيرة بأداء أفضل مستعدين يا أبطال استعد ابتدي واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع أحسن يا أبطال مجموعة ثانية واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان ممتازين مجموعة ثالثة واحد اثنين ثلاث أربع أربع خمس ست سبع ثمان قف أبطال ممتازين خلونا نشوف تمرين الإحماء التالي فتح الرجلين مع الذراعين استعد أبطال ممتازين أبطال ممتازين سبع ثمان أحسن يا أبطال مجموعة ثالثة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان ومجموعة رابع يلا يا أبطال واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان قف ممتازين ما قصرتهم يا أبطال إذا كنت تجد صعوبة عزيز الطالب في هذا التمرين بإمكاننا أداء تمرين أخف وأسهل بهذه الطريقة ممتازين خلونا نشوف تمرين الإحماء التالي تني الجدع اليمين أربع مرات ثم اليسار أربع مرات استعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع يمين اثنين ثلاث أربع يسار اثنين ثلاث أربع ممتازين اثنين يمين ثلاث أربع يمين اثنين ثلاث أربع يسار اثنين ثلاث قف قف نشي في المكان ممتاز رح نؤدي نفس التمرين مجموعة ثانية بأداء أفضل استعد ابتدي يمين اثنين ثلاث ثلاث أربع يسار اثنين ثلاث أربع يمين اثنين ثلاث أربع يسار اثنين ثلاث أربع يمين اثنين ثلاث قف رائع جدا يا ابطال ممتازين رح نؤدي نفس التمرين مجموعة ثالثة استعد ابتدي يمين اثنين ثلاث أربع يسار اثنين ثلاث أربع يمين اثنين ثلاث أربع يسار اثنين ثلاث أربع يمين اثنين ثلاث قف ممتاز رائعين يا أبطال دعونا نرى تمرين الإحماء التالي نوضع الرقود على الظهر وثاني الركبتين القدمين ملامسة للأرض الكفين ملامسة للرأس رفع الكتفين والجذع للأعلى استعد يلا يا أبطال ابتدي واحد اتنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثماني مجموعة ثانية يلا يا أبطال ممتازين واحد اتنين ثلاث أربع خمس أحسن سبع ثماني يلا مجموعة ثالثة يلا يا أبطال واحد اتنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان قف نشي في المكان ناخذ نفس تعالوا نشوف تمرين الإحماء التالي من وضع الرقود على الظهر الكفين أسفل الظهر دفع الرجلين للأمام مع رفع الرأس استعد ابتدي واحد اتنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثماني مجموعة ثانية يلا يا أبطال واحد اتنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثماني يلا مجموعة ثالثة واحد اتنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان قف ممتازين رائعين يا أبطال تمرين سنفعل مرة ثانية بأداء أفضل وإتقان أفضل يلا يا شباب استعد ابتدي واحد اتنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثماني أبطال مجموعة ثانية واحد اتنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثماني مجموعة ثالثة يلا يا أبطال واحد اتنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان قف مشي في المكان وبكذا انتهينا من الإحماء والتهيئة تعالوا نشوف درسنا لهذا اليوم ابناء الطلاب درسنا لهذا اليوم هو اختلاف الاحتياج الغذائي اليومي بين الجنسين من الذكور والإناث طبعا يا ابناء الطلاب يختلف احتياج السعرات الحارية حسب كتلة الجسم والعمر والطول والجنس والنشاط البدني سنشرح كل مصطلح في هذه الشريحة في الشرائح القادمة طيب نسمع دائما بكتلة الجسم وتأثيرها في اختلاف الاحتياج الغذائي يختلف احتياج الفرد من السعرات باختلاف الوزن والطول مما يطلب إعادة النظر في السعرات المستهلكة بمعنى أن كتلة الأشخاص غالبا تكون مختلفة وعلى ضوءها يختلف الاحتياج اليومي من السعرات الحارية بشكل يومي العمر هل يؤثر العمر على اختلاف الاحتياج الغذائي اليومي بين الجنسين؟ نعم يحتاج الصغار إلى المزيد من السعرات الحارية لماذا؟ لأنهم يمرون بمراحل نمو متطورة وسريعة خاصة في مرحلة المراهقة أيضا الجنس ونعني بذلك الإناث والذكور حيث يحتاج الذكور إلى سعرات حرارية أكثر من الإناث بسبب امتلاكهم بنية عضلية أكبر من الإناث أيضا النشاط البدني فيختلف احتياج الغذائي بين الجنسين مقارنة هل الشخص نشط أم أقل نشاطا أم خامل فعلى ضوء النشاط البدني ودرجة النشاط البدني ومستوى النشاط البدني يختلف الاحتياج الغذائي حيث يحتاج الأفراد النشطين إلى سعرات حرارية أعلى وعدد حصص أكثر من الكربوهيدرات مقارنة بالأشخاص الأقل نشاطا وبهذا نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم وهو الاحتياج الغذائي اليومي بين الجنسين الذكور والإناث وخلاصة درسنا لهذا اليوم أن اختلاف الاحتياج اليومي بين الجنسين يعتمد على عدة عوامل من أهمها كتلة الجسم في اختلاف كتلة الجسم ينتج عنه اختلاف في الاحتياج اليومي بين الجنسين نعني بكتلة الجسم قد تكون كتلة الجسم مرتفعة أو متوسطة أو منخافضة فعلى ضوئها يختلف الاحتياج اليومي العامل الثاني وهو العمر فمما لا شك فيه أن احتياج الشخص البالغ يختلف عن احتياج كبير السن يختلف عن احتياج صغار السن وخاصة بأنهم يمرون في مرحلة نمو وخصوصا في مرحلة المراهقة ثالثا الجنس ونعني بالجنس اختلاف الجنس بين الذكور والإناث حيث يحتاج الذكور إلى سعرات حرارية أكثر بسبب اختلاف بنية الجسم وأخيرا النشاط البدني ومستويات النشاط البدني حيث يحتاج الأشخاص النشطين جدا إلى سعرات حرارية أكثر ويحتاج الأشخاص الأقل نشاطا أو الخاملين إلى سعرات حرارية أقل نتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر